بتتعلق بإيه بتتعلق بإنتخابات نادي الزمالك من شوية السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصابق كتب بوست على فيسبوك وبيلمح من خلاله بيلمح على إمكانية خوده الانتخابات وبيتكلم على حب الجمعية العمومية ليه وإن الناس يعني بيبعتوله والناس بيحبوه وكلام من ده عارفين فكرتني بأغنية الفنانة الكبيرة وردة الفنانة الجزائرية الكبيرة يعني أغنيها جميلة أوه جماعة والله العظيم بجد كانت تقولك إيه وحشتوني 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 عارفين الأغنية دي؟ أغنية جامدة أوي أوه يقول أهلاً أهلاً عارفين الأغنية دي؟ رغم أن المدة مش كبيرة يعني من ساعة ما راح الرئيس نادي الزمالك السابق لحد النهاردة المدة مش كبيرة لحد ما البوست ده الكتب ملحقش يوحاشهم لكن في كل الأحوال لو لو اللوايح بتبدي الحق ليه السيد مرتضى منصور أنه يترشح؟ إذن فليترشح بحدش يقول تلتي الثلاثة كان فاخد بالك لو اللايحة والقانون والدستور بيدوا الحق لرئيس نادي الزمالك السابق أنه يترشح؟ فليترشح أو لأي حد بيرغى في الترشح؟ فليترشح ده عملية ديمقراطية ممتازة ما فيهاش أي مشكلة خالص لكن المهم أن احنا لازم نتكلم باللوايح والقوانين فتعالى كده أعرض على حضرتك شروط الترشح شروط الترشح المادة رقم كام؟ المادة رقم 28 من اللايحة الاستشدادية اللي بتحدد شروط الترشح خلي بقى اللايحة الاستشدادية اللي هي بتاعة اللايحة النظام الأساسي النادي الزمالك دلوقتي وانادي الزمالك ما عندوش لايحة نظام أساسي تم التصويت عليها زي مثلا في النادي الأهل لا النادي الزمالك ماشي باللايحة الاستشدادية اللي هي قضام حضراتكم دي اللي المادة رقم 28 فيها بتقول ايه؟ البند رقم 3 تعالى لي كده في رقم 3 النقطة رقم 3 ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنح في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قدية بشهر إفلاسه بحكم بات طيب هنا شايفين البند ده؟ خليكم سيبوا يا أحمد سيبوا البند ده قدام الناس كده هنا القانونيون بيختلفوا يقول لك لا ده ينطبق على مرتضى منصور وده لا ينطبق على مرتضى منصور لكن الجزئية الأهم بخلاف اختلاف القانونيون تمام؟ هل هي السبب أو هل السبب والقصف مخل بالشرف ولا لا ده اللي الناس تختلف عليه أو الناس القانونية يعني اللي فاهمين في القانون لكن تعالى معايا كده في الورقة اللي بعدها اللي هو ايه؟ ها على مهلك هاتلي الورقة اللي بعدها اهو في نفس الناد تعالى بقى في الرقم خمسة أن يكون حسن السيرة محمود السمعة تاني تيجي نقولها تاني أن يكون حسن السيرة محمود السمعة تيجي نقولها تالت يلا يلا بينا نقولها تالت أن يكون حسن السيرة محمود السمعة الوقت بالك حلو البندي ده بيثبت في الانتخابات ازاي؟ انتخابات الخاصة بالأندية الرياضية أو في كل أندية مصر عن طريق ايه؟ خلي بالك البندي ده مش بحطوط اعتباطا يعني لا ده بندي مهم حاجة واحدة بس هي من ضمن الأوراق الواجد تقدمها للجنة الانتخابات وأي مرشح فأي نادي لازم يقدم الورقة دي ايه هي الورقة دي ها؟ أيوة زي ما حرارك بتقول كده بالضبط الفيش والتشبيه صحيفة الحالة الجنائية تمام؟ لو طلع صحيفة الحالة الجنائية وفيها أحكام بالسجن يبقى مش هاترشح لو طلعت صحيفة الحالة الجنائية بيضة يبقى هياترشح حقه مية في المية يبقى حقه محدش يقدر تكلم بس الموضوع بسيط هي دي الكسة هي دي الحكاية هو ده الموقف خلاص؟ فدي حاجة غاية في الأهمية واجب توضحها ليه؟ يعني الناس كتير دلوقتي سألت قالت لك هل ينفع؟ هل يجوز لرئيس نادي زمالك السابق أن يترشح؟ فإحنا بنرد على حضراتكم جت بقى لجنة اللجنة بتاعت الانتخابات وفقت على قبول أوراق الترشح فهم أحرار جت اللجنة القضائية وفقت فهم أدرى لا يجوز لرئيس نادي زمالك على نتائج انتخابات نادي زمالك في حال الترشح رئيس نادي زمالك السابق تمام؟ في المحاكم طبعاً يبقى في المحاكم ومحكمة ساعية تقولك إما انتخابات بطلة إما مش بطلة لكن المشكلة في إيه؟ المشكلة إنه نادي زمالك حيفضل في نفس السكة دي حيفضل في نفس السكة دي وهنا إحنا بنقول ومنحاول نقرأ مع حضراتكم المستقبل في حالة بعض الاحتمالات الورد حدوثها لكن تعال معايا في ملف العضويات ليه حضرتك؟ لأن ملف العضويات ملف شائك للغاية تمام؟ بالمناسبة بكرة في قضية يوم سبعة تسعة بكرة صح؟ فبكرة في قضية لرئيس نادي الزمالك السابق أو قضيتين بالتحديد واحدة بتخص الكابتن محمود الخطيب هي جنحة واحدة تانية بتخص السيدة لمياء مختار الموظفة أو عفواً لمياء خيري الموظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات بالمناسبة خدت حكم قبل كده بالحفص تمام؟ على رئيس نادي الزمالك السابق فدول قضيتين مهمين جد بالمناسبة فبقولك معلومة ترجمة نانسي قنقر